جمهورية جات كغيرها من بلدان الدول الأفريقية احتفلت هذا الخميس الخامس والعشرين من مايو لعام الفين وثلاثة وعشرين بالذكرى الستين من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي تحت شعار إفريقيا مستقبلنا والتي يعود تأسيسها إلى الخامس والعشرين من مايو لعام الف وتسعمائة وثلاثة وستين من قبل سلاثين دولة إفريقية آنذاك في أديس أبيبا بهدف أن تكون قرة موحدة وقادرة على تحقيق طموحات شعوبها وبعد عزف النشيدين فقد عرض فيلم وثائقي يجسد تاريخ منظمة الوحدة الأفريقية مز تاريخ إنشائها مرورا بمراحل عديدة ويصف عرض الفيلم مشاريع حيوية متنمعة مدرجة في أعمال المنظمة بالإضافة إلى موقع مقرها الدائم بأديس أبيبا في خطابه ممثل الاتحاد الأفريقي لدى شاد بازيل إيكوا بيه أكد بأن هذه الذكرى تعاني الكثير من التعاهدات للعمل من قبل رؤساء الدول الأفريقية لتوصيل رسالة مهمة وتحرر الشعوب الأفريقية من المستعمل رقم التحديات في مواجهة القرة على الصعيد الدولي والقرة الأفريقية على وجه الخصوص وتعد مواضع الأمن والسلام والاستقرار كأحد البنود المهمة التي يسعى إليها الاتحاد الأفريقي في ظل التحديات الصحية كأزمة كوفيد-19 والأزمة الغذائية التي واجهت القرة ومتابعة المرحلة الانتقالية مشيرا إلى الصراع الدائر الآن في السودان ومساعي الوساطة لحل القضايا التي تهدد الدول الأفريقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف قال إن أحياء الذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي ولأول مرة تحتفي شاد بهذا الحدث وأسرد العديد من القضايا والتحديات الأمنية التي واجهت القرى الأفريقية والحرب الأكرانية وتداعياتها على الاقتصاد بالإضافة لقضايا دول الجوار ليبيا وحوض الناجر وحل الأزمة الدائرة في السودان ودعا المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المجال الإنساني لتقديم الدعم للاجئين مشيرا إلى أن دولة شادية تعتبر أحد الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي مستندا في ذلك على موقف مشير شاد الراحل دريس دبيتنو في مشاركته في العديد من القمة الأفريقية والدولية انتهى لحفل بمؤتمر نقاش داره المدير العام للمدرسة الوطنية لليداره مؤتمر قدمت خلاله أسئلة متنوعة ورد عليها كل من ممثل الاتحاد الأفريقي لدى البلاد بازيل إيكوبي ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي محمد صالح النظيف يشار إلى أن أحياء الذكرى ستشهد أنشطة عدة تتعلق بشأن القارة الأفريقية اشتركوا في القناة